الى العنف المجتمعي ففي بغداد عثرت عائلة الشاب محمد باقر على جثة ولدها في المستشفى بعد تعرضه للضرب والقتل فضلا عن تركها على قارعة الطرق مؤكدين ان القوات الامنية لغاية الان لم تصل لخيوط تمكنها من القبض على الجناتة بسبب تنفيذ الجريمة في منطقة تخلو من كاميرات المراقبة المزيد مشاهدين من التفاصيل في تقرير كرار جبار حادث غامض ينهي حياة محمد سائق الدليفري في بغداد ذهب محمد لعمله ولم يعد مرة اخرى عائلته تتحدث عن العثور على جثته ليلا مرميا في احد الطرق ببغداد يشتغل عند مطار دليفري يشتغل بعد الدوامة الجامعة يروح اربع ساعات يشتغل به ويرجع كلم صديقة قال له هذا الدراجة ما تخليهمك ونطيني التكتك مالتك اروح به لان الجو كان ممطل في وقته الساعة 11 ونص بلغونه 12 بالليل قالوا محمد الباقر ماكو حمودي وراح نيلمستشفيات قالوا احنا لقيناها لقيناها بالكندي الكندي محولها للطب العدلي جيت عليه فتحت الباب عليه لقيته كده مات ببوشة عينه مزرقة سنونه مكسرة هذا الشاب الوسيم مهش مينوتي كله حتى الان لم تحفر عائلة الفقيد على خيوط الجريمة ولم تعرف الاسباب التي ادت الى قتله مطالبين بسرعة التحقيق وتكثيف الاجراءات الامنية في حادثة تثير الشكوك بعد تلفيذها في مكان يخلو من كاميرات المراقبة منطقة نعتبر منطقة محرمة 500 متر من جسر البنوك لحتى قاطع الاصليخ هذه المنطقة ما بها كاميرات الوحيدة يعني مكان الحادث ما بها كاميرات الوحيدة و هذا المكان انطالب وزير الداخلية بوضع كاميرات هذا المكان لن أكثر من مرة صار يسير بها حوادث جنائية بخصوص هذا المكان يعني اجراءات القانونية انطالبها انه يعني يخلص هذا الموضوع لن تعرف اللي يروح من عنده ولد شاب طالب كلية بعده بريعان شبابه يعني شط طالب انتين طالب اقل شي انه دم يطلع حتى اهل يرتاحون هذا وشهدت مناطق متفرقة في بغداد تزايدا في حالات القتل فيما تصعدت المطالبات بالعمل على تكثيف الاجراءات الامنية وملاحقة مروجي المخدرات التي أصبح ظاهرة خطيرة تفتك بالشباب لقناة دجلال فضائية كرار جبار بغداد